اشتركوا في القناة لا بد ان اقف عندها واشير اليها اننا نعتقد اعتقادا كام وليس هذا اعتقادي بل كل علماء مدرسة اهل البيت يعتقدون ان القرآن الكريم عندما قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم ان جميع ازواج النبي انما هي امهات المؤمنين هنا واقعا انا ادعو جميع جميع الذين يخرجون على الفضائيات عندما يذكرون ازواج النبي الاكرم صلى الله عليه وآله يذكرونها بعنوان انهن امهات المؤمنين جميع ازواج النبي هن امهات المؤمنين هذا الامر الاول الامر الثاني انه لا ينبغي لاحد ولا يصح من احد ان يتكلم باي امر يسيء او يهين ازواج النبي الاكرم صلى الله عليه وآله ولا اقل للقاعدة التي نحن تعلمناها الف عين لجلعين تكرموا لما كنا هؤلاء ازواج النبي اذا لا يمكن ان نشير اليها او نوجه اليه شيء من الاهانة او الاساءة او او فضلا التفتوا جيدا فضلا ان نطعن في ارض النبي الاكرم صلى الله عليه وآله يعني في ارض ازواج النبي الاكرم صلى الله عليه وآله هذه ليست ليس منهج علماء مدرسة اهل البيت علماء مدرسة اهل البيت كلهم يعتقدون ان ازواج النبي الاكرم بل ازواج جميع الانبياء لا اشكال ولا شبه انه لا يصل الى الى ارضهن شيء من السوء والفحشاء والمنكر هذه حقيقة لا بد ان يلتفت اليها المشاهد الكريم اه اتصال اخر عبدالله من السعودية تفضل عبدالله الاخ عبدالله من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل اخ الشيخ كم تسمح لي باسم عبدالله شجاع صوت امو لو ترفع الصوت الصوت عندي ضعيش بي الله اسمع تفضل الان الصوت ما اسمه تفضل طيب سؤال الشيخ كمان طبعا العاشر قرر عنها لست معصولة وهو جرى منها طبي الله عنها وارضها فقد ثاب الله عليها هذا امر الانه الاخر سيد كمان الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول اه ازواجه امها فيه ايضا الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكفوا ازواجه من بعثه ابدا الان استاذ احسن قد اتخمي يكمن اتخمي يكمن انتهم اسئل السؤال عزيزي عندي خمسة دقائق اسئل السؤال عبدالله اسئل السؤال لو يرفع الصوت داخل السوديو فضل اسئل السؤال عبدالله حسنا سيد كمان لما قولين معنا معصومات الله سبحانه وتعالى هذا تكرم انت ليس يديك سؤال شكرا 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 انا خلي اجاوه شنو انا قلت ان عائشة معصومة حتى تقول ليست معصومة اي انسان انت عندك عقل لو ما عندك عقل اين هي والعصة احنا الصديقية ماذا نستطيع ان نثبت لها ده يثبت انها كذابة محتالة لا ينبغي لاحد ولا يصح من احد ان يتكلم باي امر يسيء او يهين ازواج النبي الاكرم صلى الله عليه وآله ده يثبت انها كذابة محتالة لما كن هؤلاء ازواج النبي اذا لا يمكن ان نشير اليها او نوجه اليه شيء من الاهانة او الاساءة او او ده يثبت انها كذابة محتالة لا اشكال ولا شبه انه لا يصل الى ارضهن شيء من السوء نعم والفحشاء والمنكر هذه حقيقة لا بد ان يلتفت اليها المشاهد الكريم ده يثبت انها كذابة محتالة الف عين لجلعين تكرموا تكرموا ده يثبت انها كذابة محتالة وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما ومن قال انها معصومة حتى تقول انها غير معصومة كأنه يتصور اكو حاقل بل مجنون لا يعتقد بحسمتها منذ هذه الازواج ولا اقل للقاعدة التي نحن تعلمناها الف عين لجلعين تكرموا تكرموا الانتكال الف عين الكريم sokق الشر انها غير معصومة اطلب الف عين الكريم الحل ان تكرموا انت 처�فacks سن اشتركوا في القناة التي تخرج على الفضائيات وتنسب انفسها الى مدرسة اهل البيت واهل البيت منهم براء ومدرسة اهل البيت منهم براء هؤلاء لا يمثلون مدرسة اهل البيت مجموعة من الجهلة وضعوا على رؤوسهم اما قطعة بيضاء واما قطعة سوداء اشتركوا في القناة